ذكرت صحيفة وولستريت الأمريكية أن قصف إسرائيل مدرسة تابعين في حي الدراج بقطع غزة أثار انتقادات حدة من الحكومة الغربية تجه إسرائيل خاصة وأن المدرسة كانت تؤوي نازحين مما أدى إلى استشهاد وصبة العشرات من الفلسطينيين وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي من شأنه أن يعقد جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع مشيرة إلى أن هذا الهجوم يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المباني المدرسية في قطاع غزة والتي غالبا ما يستخدمها الفلسطينيون كملجأ بعد تدمير القوات الإسرائيلية لمنازلهم